موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الذي حققه تنظيم الدولة من اغتيال الاعلامي الشهيد زهر الشرقات الى متى سيستمر مسلسل اغتيال الاعلاميين السوريين في الداخل والخارج وما الذي يخيف الانظمة والتنظيمات الظلامية من الاعلام والاعلاميين اسئلة تلخص محاور هذه الحلقة من برنامج سوريا في اسبوع والتي يسعدنا ان نستضيف خلالها هنا في الاستوديو الباحثة في السياسة الشرعية الاستاذ احمد اسماعيل سعود حياكم الله ضيفيها الكريمين اهلا وسهلا ابدأ معكم استاذ احمد بداية يعني زاهر الشرقات الاعلامي والثائر والمجاهد هل توقفت واخيرا الشهيد هل توقفت الرسالة بموت زاهر الشرقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد والأله وصحبه اجمعين بداية اتقدم التعزية لنفسي للثورة لسوريا لقناة حلب اليوم بشهيدنا الشيخ زاهر رحمة الله عليه اتقبله الله في الشهداء رفعه الله عز وجل لأعلى عليين ازفه لكل مجاهدي الثورة كشهيد جميل قضى في رسالة من انبل الرسالات رسالة الاعلام التي تتوازى مع رسالة القتال في مواجهة النظام في مواجهة قوى الشر جميعا التي تعيث في ارضنا فسادا بالتأكيد اخي محمد رسالة الاعلام لا تتوقف برحيل شخص المسلسل الاغتيالات لن يوقف رسالة تقوم بواجبها التوعوي وتقوم بنشر الحقيقة وكشف الحقائق وشهاد على الناس بما يعلمونه من حقائق في المجتمع ما يريدونه من توعية من تبصيل للناس لا تتوقف برحيل شخص ولو كان بقامة الشيخ الزهر نعم سيد احمد رغم ان الاعلامي الزميل زهر الشرقاط عليه رحمة الله قدم خلال برامجه تشريحا شرعيا اذا صح التعبير للأفكار المتطرفة للجماعات العنف والتطرف كتنظيم الدولة الا انه يعني توجه لقواعد هذه الجماعات المتطرفة باسلوب لطيف هل تعتقد ان هذا النمط من البرامج التي قدمها الشهيد زهر الشرقاط ربما يعني اوجع قادة هذه التنظيمات واشعرهم بان هذا الاسلوب ربما كفيل باستقطاب كثير من قواعدهم بالتأكيد اخي محمد هناك فرق كبير جدا ما بين صاحب الثورة حامل الرسالة وما بين الاجراءات القمعية التي تمارسها الثورة المضادة او انصح التعبير يمارسها النظام واديال النظام من داعش وغير داعش صاحب الرسالة باستمرار يفكر بوطنه بالنهضة بشعبه بالتصحيح المسار يهمه دائما التغيير الحضاري ولا يهمه قتل الناطور اما صاحب الانتقام والحقد يهمه باستمرار انه يثبت نفوذه ولو كان بيخلع هامات الرجال بتحطيم حقوق الانسان بتدوس الكرام الانسانية ولذلك تجد دائما صاحب الرسالة الحضارية اذا خاطب الاخرين يخاطبهم بالحكمة بالموعظة الحسنة يتوجه لشرائح حتى الخصوم الى القواعد المغرر بها يتوجه لها بالطريقة التي مارسها سلفنا الصالح عندما كان علي بن ابي طالب يقول اخواننا بغوا علينا هكذا يعني صاحب الرسالة يفكر فأخونا الشيخ زاهر عندما يخاطب هذه القواعد المغرر بها واقول ان كثير من هذه القواعد مغرر بها لانها خذعت لانها غيبت لفترة طويلة جدا بنظام قمعي ثم انفتحت بعد ان خذلت من كثير من من خذلها انفتحت على هؤلاء الناس وجدتهم امامها اغروها ببعض المغريات لعبوا على وطيرة العاطفة بشكل كبير جدا فهؤلاء الناس احتاج ان تكشف لهؤلاء المغررين بالصوب فيه حنان فيه عطف حقيقة لا لان هؤلاء لم يقوموا بالجرائم ولا هم شركاء في هذه الجرائم ولكن لان حقيقة كثير منهم لو توضحت له الحقيقة الصادمة كما هي لربما هذا وهذا اللي يحط الحقيقة نعم هذا يفسر نعم استهداف الاعلاميين الذين يكشفون هذه الحقائق بالتأكيد يعني بالحديث عن تنظيم الدولة الواقع ان هناك كثير من الفصائل في المشهد السوري التي قد تزعم مباينة منهجها عن منهج تنظيم الدولة الا ان بنيتها الفكرية ليست بعيدة بل ربما هي ذات بنية فكرية مشتركة الا انه قد تتعارض بعض المصالح الوقتية بين هذه التنظيمات هل هذا يعني اننا في مواجهة فكر متأصل في بنية كثير من هذه الفصائل ام ان الامر يقتصر على تنظيم الدولة بحيث اذا زال هذا التنظيم من المشهد السوري زالت هذه المحنة يعني اضيف على ما قاله الاخ خالد في النقطة السابقة الموضوع الاستهداف الصحفيين حقيقة يعني اطلعت على احصائية مروعة بهذا الخصوص كانت تتكلم عن استهداف خلال خمس سنوات الجرائم الاغتيال فقط دون الاستهدافات الفاشلة الجرائم الاغتيال اللي استهداف الصحفين وادت الى وفاتهم الى استشهادهم ستمية وخمسين صحفي قضوا خلال الخمس سنوات منهم ما لا يقل عن خمسمائة شخصية صحفية قضت على يد النظام ومية وخمسين صحفين ما بين السوريين وبين اجلين حتى نعم نعم على يد التنظيمات المتطرفة ومنها داعش هذا يؤكد انه حقيقة انه الكلمة التي تكشف الحقيقة تكشف شمس الحقيقة للجميع مكروهة من كل انظمة القمع طبعا كما تفضلت بسؤالك داعش ليست تنظيم واحد داعش هي ظاهرة ظاهرة مأزومة نتيجة ازمة حقيقية انسداد موجود في المجتمع نتيجة حالة فراغ نتيجة فتنة تعيث في البلاد نتيجة تدخلات خارجية من محاور شتى من انظمة واجهزة اكبر من سوريا ووجدت ظاهر الداعش ظاهر الداعش ظاهرة اعلامية لها بعد فكري هذا البعد الفكري منساح في تنظيمات كثيرة جدا غرر بها كما غرر بالدواعش من القواعد وبالتالي انا حتى لا ادخل في صدام مباشر مع انه يجب تعريث هؤلاء المتطرفين جميعا لكن نحن يهمنا حقيقة يهمنا تصحيح الفكر يعني كما قلنا نحن اصحاب رسالة همنا تصحيح هذا التوجه داعش ليست تنظيم واحد داعش منبثة في مجموعة من التنظيمات المتطرفة وتحتاج جميعا لهزة عنيفة حتى لا تكون حقيقة مهاد لدواعش جدد في مناطق لا يتقيل يعني بالحديث استاذ احمد عن المغرر بهم يعني وفق شهود ايان فان الشخص الذي استهدف الشهيد الزميل زهر الشرقاط ربما لا يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما الا قليلا يعني هل يعني ذلك ان هذه التنظيمات تستقطب هذه الفئة تحديدا لغايات يمكن ان يعني نعلم من خلالكم بالتأكيد بالتأكيد اخي الكريم اولا اولا هذا الشيء المنطقي اللي كان باستمرار بكل فتن الخروج بكل فتن التطرف بكل فتن الغلو اللي مرت في المنطقة صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا حقيقة لما وصف هذه الفئة الخارج عن الامة وانا لا اسميها خارج عن الحكام هي خارجت عن الامة عن سيرادة الامة نعم هذه الفئة وصف ربما صلى الله عليه وسلم حيود ثاء الاسنان صفهاء الاحلام هم يركزون على هذه الفئة حقيقة لانها فئة مشحونة بالعاطفة هذه الفئة كثيرا ما قدمت اشياء عجيبة جدا للامة عندما تكون اخذت المنح العاطفي بالاتجاه الايجابي لكن هذه الفئة ايضا يلعب على وتر العاطفة فيها ببساطة ويؤثر عليه بخلاف الفئات الاكثر نجا واكثر وعيا واكثر رصانة فهذه التأثير عليها يحتاج نواحي عقلية وتأصيل أكبر ويعاني هؤلاء مع هذه الفئة كثيرا ولذلك يلتفتون إلى هؤلاء المغرر بهم من حدثاء الأسنان فينطلقون بهم باسم الجنة وباسم الجهاد وباسم الاستشهاد والحور العين فيغرروا بهم بهذه المنزلقات الخطيرة شهدين الكرام فاصل قصير نتابع بعده بقية محاور هذه الحلقة فابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أستاذ أحمد جهاد الكلمة الذي تمثله الشهيد الزميل زهر الشرقاط بعد جهاده بالسلاح في معارك حلب وريف حلب الشمالي ما قيمت جهاده بالكلمة بالمقارنة مع جهاد الجبهات؟ حقيقة موضوع الجهاد الله عز وجل وصف هذا الجهاد هذا النوع من الجهاد بالجهاد الكبير فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا رسالة البلاغ اللي يقوم فيها الصحفي هي رسالة شهادة يقوم فيها على الحقيقة ولا تكتم الشهادة وأقيم الشهادة لله هي رسالة الإنكار للمنكر عندما يتمثل بهذا الطغيان القمعي الفاشستي اللي يمارس النظام أو تمارس عصابات التطرف فهو نوع من النهي عن المنكر هو نوع من المجاهدة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن فهو نوع من المجاهدة باللسان هذه الرسالة حقيقة يعني قام عليها ثلة كبيرة من المجاهدين بداية من غياث مطر مرورا بناجي الجرف مرورا بالذين فضحوا الدواعش في الرقة وكتبوا في صفحتهم الرقة تذبح بصمت انتهاء بشهيدنا تقبله الله زهر هذه الرسالة الممتدة عبر خمس سنوات بل عبر أربعين سنة من عمر هذا النظام بل عبر مسيرة البعث اللي بدأت بانقلاب ثماني آذار هذه الرسالة المستمرة حقيقة جهاد الله سبحانه وتعالى سمها الجهاد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم هي رسالة الإنذار رسالة التبشير رسالة التبيين رسالة الشهادة رسالة إقامة الشهادة رسالة عدم كتمان الحقيقة هذا نوع من الجهاد الكبير الذي الله عز وجل جعله موازيا للجهاد بالسنان بل قدمه في مواضع على الجهاد بالسنان عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عن سلطان جائر الكلمة كانت أقوى من السنان أقوى من السلاح وهي حق لها حق لهذه الكلمة أن تكون هكذا لأنه الآن في واقع السوري حقيقة الواقع الثوري السوري قائم على موضوع رسالة كما قلنا رسالة حضارة يقوم بها هذا الشعب المنكوب هذا الشعب الذي يغرب على أمره أكثر من نصف قرن يقوم الآن ليرفع راية الحرية راية العدل ليبشر الناس بقيمه الحضارية ليظهر صورة الإسلام الحضاري الذي أزعج قوى الظلام وأزعج قوى الاستكبار وأزعج النظام القمعي أن يظهر الإسلام بهذه الصورة الحضارية فينزح الناس وانحاذ الناس إليه ولذلك أظهروا هذه الصورة القميئة لهذا الإسلام المشوه اختطفوا الثورة واختطفوا صورة الحضارة الإسلامية عبر هذه الممارسات القميئة التي كانوا باستمرار يروعون الناس ويفزعون الناس من أمثالها حتى يقول للناس هذا هو الإسلام وهذه هي الشريعة وهذه هي الخلافة وهذه هي الدولة التي تناقش فيكره الناس الدولة ويكره الناس قيم الحضارة ويكره الناس الشريعة وهذا الذي يريدونه هؤلاء لذلك كان الجهاد من أجل إحقاق هذه الحقيقة أن الإسلام هو الحضارة والحضارة هي الإنسان والإنسان هو الكرامة لأجل إحقاق هذا كله كان لابد من أن ينتصب هؤلاء المجاهدون بالكلمة باللسان ويبرزوا هذه الحقائق بين الناس وحق لهؤلاء أن يكونوا سادة الشهداء ولذلك سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر سلطان جائر قوة استكبار سلطان جائر نظام قمعي استبدادي سلطان جائر قوة الظلام هذه التي تفزع الناس من الإسلام حتى لو تمايزت بين ديكتاتورية دينية أو ديكتاتورية عنها لا فرق لا فرق بل بالعكس الدكتاتورية التي تمارس باسم الدين هي ذنب مضاعف هي جريمة مضاعفة لأنها جريمة في حق الإنسان وجريمة التشويه للقيام الحضارية لهذا الدين فهي جريمة مضاعفة حقيقة وحق لهؤلاء أن يكونوا مجاهدون استشهاد الأخ الزميل زهر الشرقاط استحضر من ذكرت من أسماء من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين الذين استهدفوا من قبل تنظيم الدولة أو من قبل تيارات قريبة من تنظيم الدولة ربما لا تختلف معها إلا في بعض المصالح برأيك هل سيستمر مسلسل الاستهداف لهؤلاء باستمرار هذه المحنة في سوريا بالتأكيد بالتأكيد ستستمر قافلة الشهادة حتى تقوم راية الحرية في سوريا ضريبة الحرية هذه الدماء التي تدفع زكية من هذا الشعب سيستمر الاستهداف بل ستضاعف وتيرته كل ما اقترب الناس من النصر كل ما اقتربنا من النصر كل ما تحر الباطل أكثر كل ما فضحت قوى الظلام أكثر كل ما مارسوا هذه السادية وهذا العنف المبرمج حتى يفزعوا الناس وحتى يحاولوا أن يصرفوا الناس عن حقيقة تداعوهم حقيقة انتكسوهم حقيقة ارتقى زاهر وانتكسوهم ظهرت داعش بصورتها القميئة بوجهه الأسود الظلامي وظهر الفكر الذي طرحه الأخ داهر جليا واضحا ساطعا كالشمس وسيبقى وسينهزمون وهم هووا وهو ارتقى نعم يعني بالحديث عن التنظيمات المتطرفة كتنظيم داعش ومن يشابهه من هذه التنظيمات هذه التنظيمات يفترض أنها سنية بين قوسين يقابلها في الجهة الأخرى ربما من بقية الطوائف كالطائفة الشيعية تنظيمات من هذه الطوائف ربما لا تختلف كثيرا عن هذه التنظيمات السنية يعني على سبيل المثال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني صبحي أطفيل نعم تحدث عن أن حزب الله اللبناني يمثل داعش الشيع يعني قال بما نصه إذا كان للسنة داعش فنحن الشيع لنا دواعشنا أيضا وأشرف بهذا إلى حزب الله اللبناني برأيك ما مدى تشابه هذه التنظيمات في عدد من الأفكار من ضمنها محاربة الإعلام ومحاربة النور إذا صح التعبير رغم اختلاف هذه الطوائف والله أخي محمد أنا عندما أنظر إلى داعش لا أرى فيها أي تجلي من تجليات الإسلام السني الحضاري الوسطي أنا لا أرى فيها إلا هذه التنظيمات القمية من الطوائف الأخرى التي مارست القتل بالدريل والقتل القميء بالعراق وبالبدان وباليمن وفي مناطق أخرى هذه العصابات التي تريت بأزمة إنسانية أنا أسميها أزمة إنسانية تمرسها على شعوب مستضعفة هذا التجويع الذي يمارس بتاعز ويمارس بالمخيم اليرموك ويمغرس بمضايا ويمارس بالفلوجة هذا التجويع المبرمج الذي يتأسس على أساس فكري بنوه هناك من قصة كربلاء ويريدون أن يمارسوا على كل السنة ويتقيموا من كل السنة باسم المظلوميات كربلاء وغيرها هذه الصور القمية هي التي أراها بتصرفات داعش داعش والله لا تتصرف تصرفات الإسلام السني المتزن الوسطي المعتدل وأنما تتصرف بذات أحقاد صدقاً تخيل في هذه حقيقة وصدق في كثير وهو الرجل حقيقة منصف في شأنه دغدامة العواطف في مثل هذه الأمور في مقابل الحديث عن مظلومية البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى الشيعة وبهما هنا نتحدث عن عاطفة إعادة الخلافة ووحدة المسلمين وما إلى ذلك من الشعارات هذا صحيح يعني يلفتون الأنظار دائماً إلى معاني كبير جداً أنهم يقيمون حدود الشريعة الإسلامية أنهم يؤسسون للدولة الإسلامية الدولة التي كانت لناس عندهم أشواق لعدلها كانوا يرون فيها صورة عمر الفاروق كانوا يرون فيها صورة هارون الرشيد الذي يخاطب العالم بصورة من العزة ما تعودنا عليها في أيام من هذه الأسف الناس كانت في أشواقها عجيبة جداً نحو الدولة الإسلامية فجاءوا هؤلاء يدغضون هذه العواطف ويشوهون تلك الصورة النمطية الجميلة البراقة حتى ينصرف الناس عنها وينفض الناس عنها وهذا ما يحصل الآن حقيقة الآن الناس بدأوا ينخلع قلبهم من صورة الحدود الشرعية ويجفلون من فكرة إقامة الدولة الإسلامية من وراء تصرفة هؤلاء الموجهين كما قال لأخ خالد حقيقة قبل قليل هؤلاء موجهون ويخدمون مشاريع أخرى غير المشروع الإسلام السني الوسطي ولذلك حقيقة كان حزبالة في لبنان وكان مقتدى الصدر وجماعته في العراق وكان الحوثيين في اليمن كل هذه الحقيقة تبديات أو تجليات لذات المنظهر القميء لداعش كلهم دواعش وداعش جزء منهم وهم جزء منهم نعم أنا أشكرك جزيلا شكر وأعتذر لضيق الوقت الأستاذ أحمد اسماعيل سعود الباحث في السياسة الشرعية كما أجدد وشكري للأستاذ خالد المحميد الصحفي والشاعر السوري وهذه تحية مشاهدين الكرام لكم من فريق البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة